موسيقى طالبت واشنطن بعدم استقباله استقبال الابطال لكن ليبيا ابت الا ذلك عبد الباصط المجراحي المدان بتفجير طائرة لو كيربي ومقتل 270 شخصا عام 88 حرا طليقا في بلده بعد بضعة سنوات خلف القطبان في اسكتلندا مشهد اثار حفيظة واشنطن لكنه اثلج قلوب الليبيين الاعلام الليبي صور المشهد على انه نصر لجهود الرئيس معمر القذافي في الذكرى الاربعين لثورة الفاتح من سبتمبر وصوره ايضا على انه اخفاق لمحاولات واشنطن عرقلة الافراج عنه وابتزاز ليبيا من اجل مزيد من التعويضات التي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار لكن وزير العدل الاسكتلندي اكد ان قرار الافراج عن المجراحي كان قراره وحده ولأسباب انسانية كما قال فالرجل يعاني من سرطان البروستاتا في مراحل متأثرة ويعتقد انه لم يبقى له في الحياة الا اقل من ثلاثة اشهر او اكثر قليلا لكن واشنطن انتقدت القرار الاسكتلندي وحذرت ليبيا من مغبة الاحتفال باطلاق صراح المجراحي وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين التي ما فتأت تتحسن في الشهور الاخيرة بعد اعوام من العداء كنا على اتصال مع الحكومة الاسكتلندية في هذا الشأن وعبرنا عن اعتراضنا على ذلك نحن نعتقد ان ما حدث خطأ ونحن على اتصال مع الحكومة الليبية ونعمل على التأكيد على انه يجب وضعه رهن الاقامة الجبرية وعلى ان لا يكون مطلق الصراح لكن عائلات الضحايا الامريكيين يرون ان حكومتهم قد خلت بهم وان في الامر صفقة بين بريطانيا وليبيا عنوانها العريض الافراج عن المجراحي مقابل النفط الليبي اعتقد ان اكثر من شخص تورطوا في هذا الامر واعتقد ان اكثر من بلد تورطت في الامر ايضا لكن على الاقل تحققت العدالة على لخص واحد بيد اننا فقدنا ذلك الان الرسالة بسيطة لو اردت ان تقوم باعمال ارهابية ترعاها دول ويمكنك الافلات فسوف تخضع الولايات المتحدة او المملكة المتحدة في النهاية وكان المجراحي الوحيد الذي ادين في تفجير طائرة شركة بنام في الجو فوق بلدة لوكيربي بسكتلندا وبينما برأ القضاء الاسكتلندي الليبي الاخر الامين فحيمة فقد حكم على المجراحي بالسجن مدى الحياة وحاول المجراحي طلب استئناف ذاك الحكم مرتين لكنه فشل في المرة الاولى عام 2002 اما في الثانية فقد اضطر لان يسقط طلبه حتى يخلى سبيله متخليا بذلك عن الامل الذي راوده في تبريئة ساحته وفي حين يرى فريق ان المجراحي قد افلت من استحقاق لم يتحقق كاملا الا ان فريقا اخر يرى انه لن يمكنه الفرار من استحقاق اخر بات ينتظره الا وهو الموت اشرف ناجي بي بي سي اشتركوا في القناة